كل السوش مع الخمسة ونصف العشية فيديو جديد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بعد ما ندرك لكم فيديو على الأتمنة ديال هاتف ديالاندرويد كل شي كنك يقولي شو عيب بغينك تدين الأتمنة ديال لزايفون وكما كنت عارفوا علي انا مجاز واحد شوية ولكن وخاقك نسمع الآراء ديالكم ونعدي الفيديوات اللي كي أجبوكم ونحاول نديرهم المهم لا نطور عليك قبل أن ننسى واحد لايك اشتاك في القناة اشتركوا على الجرس بس ديمة وصلك جديد وبنسمى الناس اللي ما زال ما عارفين لدينا محل تليفونات وكسيسوار في الأندرويد كان جديد ومستعمل وفي الآيفون شوك يكون جديد ومستعمل ومنك تسمع آيفون على رمزة ستور أي بمعنى آيفون اوفيسية 100% المهم المحل راكين في كازا سيد البرنوسي فوق السوق لنموضة جديد طريق بالضبط وعندما رأيكم لا ترسل رأسك لدينا اشتركوا في القناة اشتركوا في الفيديو ومدعوا على بركتي الله وكما نقول لكم ديما هذه الأجمال التي ستعطيك يمكنك أن تكون لديهم 100 أو 200 درم أو ناقص 200 أو 200 درم على حسب البلاصة اللي انتك تسكن فيها لأن المستعمل مع المالك تلقى تعمل محدد وبالخصوص في الآيفون حتى في الجديد يكون لديهم فرق 200 درم في 300 درم صحب تفهمنا ودعبين مداولة صحب الآيفون 6 و 6 بلس و 6 اس و 6 اس بلس و 6 بلس و 6 بلس الآيفون و 8 بلس للاسف لا تستطيع أجماله لأنه بينكم لا يوجد فيه من قبل هذا شيء من وجهات النظر لدي انا تقدرون أن تتفق معي رأيك يحترم ما علينا سيدة اول آيفون ايكس كان في النسخة 64 جيجا ستلقى 1500 أو 1600 درم والفيروس 1850 جيجا ستلقى 1800 حتى 1900 درم الحساب اللياطق والحساب النقاوة التليفون إذا تلعنا واحد ستلقى الآيفون ايكس اس النسخة 64 جيجا ستلقى بـ 2100 درم والفيروس 1850 جيجا ستلقى 2300 أو 2400 درم إذا تذهبنا للأخل أكبر وهو ايكس اس ماكس البيع أو اشتريك يقول ايكس ماكس ولكن هو اسمه ايكس اس ماكس النسخة 64 جيجا ستلقى بـ 1200 درم والنسخة 1650 جيجا ستلقى 3200 حتى 1300 درم على حساب اللياطق والحساب النقاوة بالنسبة للمعشوق الجماهير اللي هو الآيفون ايكس اير النسخة 64 جيجا ستلقى بـ 2400 و 2500 درم والنسخةella 128 جيجا هاتي كيس ١٧٥٦ جيجا ستلقى بـ 2100 درم هل أحساب النقاوة أو الحساب اللياطق هل هذه الجملة النقاوة ولياطق الليطق تفهم ايكس شديد الفيديو كامل بالنسبة للآيفون اسو 2020 وهناك دابة 1 تمال الذي يخير نسخة 64 جيجا ستلقى بـ 1600 درم وعلى فكرة الآيفون اسو 2020 ستلقى بـ هل لدي أو الارفون 11 الناس الذين يريد الايفون 11 و لا يقدرون و لا يصلونه مثل 3000 و 4000 درم كنا نتحدث بالايفون اسو 2020 هذا ما تفكر بكي الايفون اسو 2020 هو الايفون 11 الفرق بين ما غيره في البيترية فقط او طبيعا الايفون 11 فيه الالترا ويد الااخر ايسو 2020 لا يوجد الايفون وورا أجد عليك اشجد مراجعة نضعك بالجارة لديه في الفيديو المهم دعا بغرضك الاتمينة يأخذ لي الآيفون كاملي و أغلب هذال ايفون اللي أعطيك الاتمينة لديه اذا اي ايفون دير علينا مراجعة انخليك الليان ديله في الفيديو كملت الفيديو ديل اتمينا شوف الميزانيه ديالك وديك ساعة بطل الفيديو و اغلب لي زائف الليان هادرو عليم دابا اريد اجي دولت عليهم في ديتليم زي ما مراجعات اللي جي نسي دي الايفون 11 نسخة ديه 40 جيجا اتلقاها بواحد 3200 حتى 3300 درم والنسخة ديه 120 جيجا تلقا بديك 3700 و 3800 درم وعلى فكرة ربقيك يخرج في جديد جديد المطرق بالنسخة ديه 40 جيجا اتلقا بواحد 7400 و 4800 درم لذلك يقول كويلي الايفون 11 بقي يخرج جديد لا يمكنش ايه كيندبف جديد كيدور في السوق بقي يمطرق بالنسبة الاخل اكبر دياله اللي هو الايفون 11 برو النسخة ديه 40 جيجا تدير شحال شحال 3700 درم والنسخة ديه 1250 جيجا تلقاها بواحد 4200 درم وبنسبة لك يقلب اليه جديد في المطرق بالنسبة الايفون 11 برو ماكس الانفخة ديه 24 جيجا وت application حدد ح spirits 4500 درم والانفخة ديه camera 250 جيجا تتقلب اليه بده مترق енного من��ه بالنسبة للخطيخة عن الحصيرة الاخير هناك المراجعة ايفون 12 ميناء الانفخة ديه 24 جيجا بده teBL 900 درم والاثماني سيقلب اليه�로3600 درم Para التقلب SYitver 8 جدر المطرق ولا تذكر télé بالنسبة للأيفون 12 نعمال انفخة ديه 64 جيجا بده إرتد حقيقا 7700 درم وبنسبة 128 γ frequently وبنسبة الـ 12 waktu معي يعني الفرق بين هذا وبين الأدران ما كان يعني الـ 1 الف دران لا في نسخة الـ 120 و لا في نسخة الـ 150 وبنسبة للآيفون الذي يسلي معي أنا وهو الآيفون 13 ميني نسخة الـ 120 جيجا ستجد بـ 1 درب على 500 درام في المستعمل في الجديد المطرق لا يبقى إذا جئنا للآيفون 13 النورمال عندك النسخة الـ 120 جيجا ستجد بـ 1.520 درام إذا لقيت تامن طيح ستكون تليطى شيء طيح ومن كانت تجد بـ 5.220 درام النسخة الـ 150 جيجا ستجد بـ 1.5800 درام ونسيت لكم أحد يجد مهمة في البديد للفيديو يا أخي و يا أختك لا تزيج لاتطاية الباترية لا تقفى ان تضيعها إذا لقيته 85 رأيئ لـ 95 إذا قارنت تدي أحدهم ومن يستمع بضياتهم ومن يستمع موجود يقدر من عشاء الذي فيه 95 رأيئا نشهد للك 8 جيجا الذي فيه 85 رأيئا ستحضر لك 7 جميع ونص يعني لا يوجد فرق لله كبير وليكن في البيع أسرة أو في أسرة من يجب ان تتري كأه فرق فالناصحة اللي غدينتك اللي كتاخدتك الايفون بش تكسبوه تخدم بيه رمكيش مشكل تاخد 8 فلاطات الباتريك ريخ داملك أنا السيد كان جاء عندي عنده الايفون 11 برو فيه 77 فلاطات الباتريك سويته على الباتريك كيف يفشده قال لي الله مخير قال لي بقيك كمالي النهار كامل فيه 77 فلاطة دي للباتريك فكما قلت اللي كتاخدت ايفون مستعمل وبغي تكسبه وبغي تخدم بيه مثلا خود في أي ايطة ماكيش مشكل كنتي بغي تاخده وغد ضرب بيه وحد تصارش هنا وغا تعود تبيعه هنا قد نقول خود ايطة كبيرة او الايطة اللي طالعة لان البيع عشرية كتباز على لايطة واحد نقطة واحدة اخرى جدا مهمة تبغي تنظر عليها بالنسبة للناس يبغي تشتريوا ايفون مستعمل كيكونوا ايفون مستعمل وكل لطا ديالهم بقى نقية يعني كتشوف تليفونك كتصحبهم جفوض غام الكارتونة قديس ايفونك يطيحهم مرة مرة كيكون نقية ولكن على سبيل الميتة انت بغي تكون واحد الايفون 13 وبانتك فيه واحد شريطة هنا انا مخصش تقول لي الا اخوة اذا ما بغيتوش اعطانيش حاجة اللي نقية 100% ايفون 13 رخلش دابة بعامية اللي مع 3 سنين كيفاش بغيت انتا يكون باقي جديد ما فيه تشيخة بشا مين كتش حيش انتا مني غدي تشري اما غديش تشري جديد غدي تشري المستعمل يعني اش قداشكم واحد نبيشة في لكره هنا كيقدر اكونوا بعض طبعات هنا في الجنب كيكونوا ذو كغير ديال بورشيترا مش مشكلة لانك انتا يخليه في بالك دينك انتا يخليه واخد تشري فون مستعمل بغيتين انقاء ديال جديد اخذ لك المطرق هذا الشي كما يقولك يا اخي او يا اختي غير باش تستهلك بلا ما تستهلك في خلينا في الايفون 13 اقلنا في المستعملات اشكم الاشمينة ربقك يشبع فيه جديد في المطرق النسخة الـ 128 جيجا هتلقى بك السلف و السمية الدرم بالنسبة لل ايفون 13 برو نسخة الـ 128 جيجا يستيقظ اياتي ستجد 11,700 درم نسخة الـ 150 جيجا ستجد 7300 درم وما بين 7000 او 7300 درم على حساب اللقاء والحساب الليطاء بالنسبة للقالب على الجديد المطرق نريد ان يخرج في الجديد بالنسبة للمعشوق جماهير هو الـ 13 برو ماكس بالنسبة للاتفاق اياتي ستجد 11200 جيجا ستجد 1137 درم يستيقظ اياتي ستجد 630 درم ما كانت لا يريده من فارغ و كانتها لدينا لديناج كذلك في 85 ثم كانت هناك صافي و انك تريده فوق ددينا المرة يضب بالرأس كانت صافي و صافي الان فيروسو المسيسي هو 50 جيجا في حاجة نقطية تصحشت لسلة 1100 درج في حاجة نقطية و هو يحدث في حالة لاتدائها فوق 90 كم يتحدث في الانجانة الاحت كم قلت الكانيرا أتداء الباتري و لكن في البيع الأجزاء كانت سعيد بها ولكن كم يريد عليك أن تحتاج لديناه إذا كانت الليطة 92 وفوق يأخذها 8 في بحثة وإذا كانت 7 و 8 أو 8 أو تحت 90 يأخذ 8 وحدة أخر يعني كما قالت الليطة هذه الباتريا لا تستطيع عليها ولكن في 8 سيكون الفرق لأن الذي يشري السلعة يشتري بالفرق وبالنسبة لما يسأل على 13 برو ماكس في جديد المطرق لا يبقى يخرج لما تبرز تراسك بالنسبة للآيفون 14 نقية في نسخة 120 جيجا أتلقى بوحد 1000 حتى 1200 درم نسخة 250 جيجا تكون بوحد 1500 حتى 1600 درم وعلى فكرة الإي آيفون 14 نوعان باقي يخرج جديد المطرق بالنسخة 120 جيجا تتلقى بوحد 1500 درم و النسخة 150 جيجا تتلقى بوحد 2500 درم بالنسبة للآيفون 14 بلوز يوجد الأحسن باتري في سري دي الرابعة يكون الآخر طليب مخيير و يوجد بوحد الباتري النسخة 120 جيجا تتلقى بوحدar 7T و万ئين 10 درم و النسخة 150 جيجا تتلقى بوحدة 7T و 700 درم هنا أنا الآيفون 14 برو نسخة الـ 128 جيجا في المستعمل شي حاجة للنقية تلقى بـ 8800 درام نسخة الـ 1250 جيجا تقدر تصل إلى 8800 درام بالنسبة للجدد المطرق و لا تسوي للي حتى لا يبقى إذا جاءنا الـ iPhone 14 Pro Max نسخة الـ 128 جيجا شي حاجة للنقية في المستعمل بطبيعة الحال تلقى بـ 9300 حتى 9500 درام نسخة الـ 1250 جيجا تصل إلى 10100-10100 درام وبنتسبة لك يقلب لفجدد المطرق لا يبقى يخرج و لا يدور في السوق و إذا وجدت شي حاجة عن شي واحد تقدر تلقى بـ 15 Pro Max أو لا نقص عليه بـ 1400 درام تلقى بـ 500 درام بالنسبة للـ iPhone 15 normal تلقى بـ 15 Plus خدام بـ بابه يا سلام الـ iPhone 15 normal CD في المستعمل النسخة الـ 128-120 جيجا تلقى ما بين 7200 حتى 7400 درام الحساب الإيطاء والحساب نقاط و أصلاً يكونوا باقين كلهم من قيان بالنسبة للـ iPhone 15 و 750 جيجا في المستعمل تلقى بـ 18200 حتى 8400 درام و بالنسبة لكي يسوي على iPhone 15 normal و بالنسبة للـ iPhone 128 جيجا تلقى بـ 18500 درام و بالنسبة للـ iPhone 15 Plus في المستعمل 128 جيجا تلقى بـ 9300 درام تقدر تلقى بـ 9300 درام بالنسبة للجدير المطرق بل يقليل أول حاجة و الثاني حاجة معديش تعمل إذا وجدنا للـ iPhone 15 Pro نسخة الـ 128 جيجا في المستعمل طبعاً الحال التي تكون طالعاً لأنها لا تخرج دباب كثيراً تلقى بـ 10.000 درام جواية 10.000 درام نسخة الـ 1250 جيجا تلقى بـ 10.000 درام بالنسبة للـ iPhone 15 Pro يبدأ من الـ 1250 جيجا الـ 1282 جيجا الـ 1250 جيجا تلقى شيء ما سنقوم بـ طبعاً حالي أنه يخرج ستلقى ما بينـ 11800 حتى الـ 1220 و 1224 جيجا على حساب النقاديه و لا يطاديه بالنسبة للجدير المطرق الـ 1250 جيجا لأنه يبدأ من الـ 1250 جيجا الـ 1350 جيجا حتى الـ 13500 جيجا كل شخص يتحدث عنه و هذا ما كان يخرج إن شاء الله 16 ندره لي شيء فيديو و ندره على حساب النقاديه وهذه رسالة البيعي بشرية إذا كان لك أخويا شيء تمان أحببتو بزاف أو أطلعتو بزاف صح ليه في كومنتر هدف ديالي هو الناس الذين يتفرجوه كل الذين يريد أن يشترع iPhone مثلاً و يقول أنا عندي تلالف در و لم أعرف تلالف در ما تجيب لي فأنا كنت ندر بحلمات الفيديوهات لكي نعطي الأتمينة بشوف البيوت جيه دياله أو للميزانية دياله كيف يمكن أن تجيب لي و في نفس الوقت هدف تليفون ما سيخصر XR أنا رأيك ديش هدوش على XR أتبع تلك الفيديو تلقى المراجعة دياله الميزانية ديالك كما سنشرح ل iPhone 11 ديش هدرش على iPhone 11 الميزانية ديالك كما سنشرح ل iPhone 15 ديش هدوش على iPhone 15 15 plus و 15 normal يرى هذا كبير لأخر صغير طبيع الحل الكبير يكون في باتريح سنما الصغير فالله يرحم الموالدين ناس لكي بيع وشري وإلا ما تلي بدر شي غالة تصح حولي أنا مكنش مشكلة ونش مننا يا أخي ويا أخشي نخرج شي بشي إفادة من هذا الفيديو وهذا مكان وفيديو جديد إن شاء الله نهارت صبش مع الخمسة ونصد العشية وفي أمان الله